بالتأكيد الجدل الكبير جداً اللي شفناه وسمعنا عنه خلال الأيام والأسابيع اللي فاتت على السوشال ميديا عن الألعاب الإلكترونية وعلى قطب الأطفال كان كبير جداً وليه تأثير كبير جداً عليهم خاصة بقى الألعاب المشهورة بالعنف أو اللي بتدفع الأطفال أنهم يمرسوا العنف ده على اللي حواليهم أو حتى على نفسهم محدش خالص يقدر ينكر أن مع التطور التكنولوجي الكبير اللي احنا بنعيشه دلوقتي وخلال السنوات الأخيرة ده خلى الإنسان بشكل عام يرتبط بالتكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية ده طبعاً ليه إيجابيات كتير جداً لكن من ناحية تانية فهو ليه سلبيات كتيرة برضو وده في حالة إننا نتكلم عن شخص كبير بيستخدم الأجهزة دي طب تخيلوا بقى الطفل اللي في إيده دايماً الموبايل أو التابلت أو حتى اللابتوب طول اليوم بقى ماسكه وبيقعد يلعب بالتابلت اللي في إيده وبيلعب بألعاب إلكترونية كتير جداً والألعاب دي للأسف في منها كتير بيشكل خطورة مباشرة على الطفل وبيقصر كمان على سلوكه ويبقى طفل بجد ممكن أن يوصل لأنه يبقى طفل عدواني خلينا بقى مع بعض كده نقسم الألعاب دي لنوعين إنه هو الأول اللي هي الألعاب العادية البسيطة ودي ممكن تكون الأسر بتتهاون معها عادي بس بقى خلينا من ناحية علمية نقول إن الموضوع ده ليه تأثيرات كبيرة على الأطفال من حيث مثلاً إصابتهم بالسمنة وضعف العضلات ويعمل لهم كمان مشكلات في البصر ده غير العصبية الزيادة عن الحد اللي ممكن نشوفها باستمرار في الأطفال الصغيرين دول اللي دايماً قاعدين بيلعبوا الألعاب الإلكترونية أما بقى فيه نوع تاني كده بقى هو اللي بيشكل خطورة مباشرة وهي الألعاب اللي بتحرد بشكل أو بآخر على العنف وده الحقيقة أخطر بكتير ومن أخطر أنواع الألعاب الإلكترونية على الإتراك وأكيد كلنا سمعنا مؤخراً عن أطفال أزوا ناس حواليهم أو حتى أزوا نفسهم وللأسف بيوصل لقدر الله بيهم الحال لموضوع الانتحار يعني بيأزوا نفسهم بطريقة نهية يموتوا نفسهم موضوع بالألعاب الإلكترونية ده قلنا زي ما ذكرنا إنه خاطير جداً وكل يوم بيزيد خطورة على أطفالنا خطورته دي ما نقدرش نتحكم فيها أو نوقفها فده بيستوجب مننا وبيستوجب من كل أم وقب إنه إحنا لازم نكون فاهمين كويس قوي إيه هي طبيعة الألعاب الإلكترونية دي ولازم نتابع بشكل مباشر ونتابع بشكل كبير أولادنا ونتابع استخدامهم للموبايل أو لجهاز الكمبيوتر أو التابلت أو أي لعبة بيلعبوها لازم نرائب أولادنا وناخد بلنا من اللعب الإلكترونية اللي هما بيلعبوها عشان نحميهم من إنهم يكونوا فريسة للنوع ده من الألعاب